السلام عليكم كيف عاملين كانت منا تكونوا باخير وعلى خير غادي نقدم لكم بعض الاحداث مسلسل جنين وغادي نقول لكم شكونا هي الام الحقيقية ديال الجنين اللي هو يونس وشكونا هو الاب دياله الحقيقي مو مصدقة ايش فينا بان يا مناصة في من بعد ما مجال حاجة دهبي قررت باش انها تخراج وتبين بان ها راه مرتو كل شي غادي تصدم لحقاش اصلا هما كانوا مخبين ديشي سانوات يعني هما مخبين هاد الموضوع ما قادرينش يخرجوا يقولوها للناس اه حاجة دهبي ما قادرش يقولها الولادو يامنا ما قادرش تقولها الجنين والمهم ده با صديقها ايش غادي تخرج السيدة وغادي تقول لهم بان مرتو جنين غايتصدم وغادي يقول لها علش اما ما مخبيتي عليا واش انا يعني ماشي ولدك انت كتقول لي لي انتارك ولدي هادي ومخبية عليا هاد السير المهم غادي تتقلق عليها وبغايت نقول لكم شكونا هي الام دياله الحقاش اصلا هاي كنقرأ في التعليق ديالكم بان الاكتر يكي يقول بان اه جني الام دياله هي يامنا والاب دياله هو الحاجة دهبي يعني هما كانوا مجوجين شحال هادي والدو جنيا وسكتوا ما قالوا هالبتاشي واحد وباش ما يفضحوش هاد الشي يعني مع العائلة دياله خصوصا الحاجة دهبي ما بغاش زع ما يقولها باش ما يسيقوش لي الولاد دياله اللي هو خاليد وبنت الصافاء ومرتو تاجة الخبار قرر باش انه يسكت يعني الحاجة دهبي لجنيا هو الابن دياله وكذب عليه قال ليه بان بانه راح لقاه فلافيراي وهاد الشي كامل غير كذباه يعني راح هو تزوج بيامنا وولدو جنيا اصدقاء هاد الشي راح ما كاينش جنيا راح ماشي ام دياله يا يامنا وعفوا وا الاب د يال دياله راح ماشي الحاجة الدهبي يعني الحاجة الدهبي راح ما كذبت على الجنيا حيت مايمكنش رصديقة ايه انو يكون الاب دياله هو يعني مش هاصفة ما غى بقاش يشوفو الحاجة دهبي غدي بقى مخبيه هاد السر وما غد يقول هلتي شي واحد ويامنا غدي تجي داب وغدي comparing اول حاجة اصدقائي يامنا ما غاديش تمشي عن تاجها لابس البيض غادي تواجه ولدها اللي كان قوله زعمه بان اللي قريد في تعالق زعمه رجنين راه ولدها غادي تواجهه وغادي تقول لي بانني انا هي ماماك وهادي لا هادشي كامل اصدقائي ما كاينش سر اللي كان كيبكي عليه لحاج الدهبيه هاش كان بقي حي وهاش فناه يعني في البيت دياله بخا كيبكي وكيشوف في يامنا ووزع ما انه تزوج بيامنا وللأسف ما قدر يقول هالتشي واحد وكيبغي مرتو وبعد عليها وكيشوفها غير مالباركو وهو كيبغي يامنا بزاف كتار ما كيبغي تاجها لان يامنا ما مدياش ما طمعاش تاجها كتبغي الفلوس بزاف وزائد ان يامنا قدرت فخير فجنيا كبراتو رباتو وما عمرها سدت عليه الباب ولا دفعات ولا قلت ليه انت ولدها دولا انت شفارتها جا العكس ديالها تقول لي انت شفارتها هادي سير في حالك هادي انت ما ماشي وماشي يعني ماشي من عائلتنا ماشي من مستوانا العكس ديالك يعني ليش الحاج الدهبي عفون ازيزة عليه يامنا بالنسبة اصدقائي رجنيا يعني فاش غادي شوفها لابسة البيض هادي غادي قلها فعلا نقول لي يا شكون هي الام ديالي ولكن هي انا ما عارفه هاش هي اصلا ما عارفه شكون هي امه الحاج الدهبي هو اللي عارفه السر وما زال الشخص اخر اصدقائي عارفه السر وانا غادي نقول لكم شكون ماذا اللي عارفه السر غادي تكون فاردة هي اللي عارفه السر فاردة اللي هي مرت الكاش غادي تكون عارفه صدقائي السر لان ماليكة بغيت نقول لكم ان الام دياله الحقيقية هي ماليكة رماشي يامنا يامنا فيها عنا نرباته وفعلا الحاج الدهبي مالقاش في العفيراي الاب ديال ماليكة هو اللي يعطاه ليه من يده وليده وقال ليه تغل فيه ولكن مع ام مارك تخرج هاد السر وقال ليه وعدني را داكشي علاش اصدقائي الحاج الدهبي يمشى وما قالش السر ولكن السر غادي تكتاشف السر غادي تكتاشف غير بوحده تشي واحد ما مني يتو يقول شي حاجة المويمة صدقائي فاردة فاش غادي ترجع الوعي ديالها وغادي ترجع العقل ديالها ففي داكشي داك الادوية اللي يعطيها الكاش ما غاديش تبقى تشربهم فاش غادي تسمع نيسرين تسجيل وغادي تسمع بانك يعطيها داك المخدر غادي تحيدوليها غادي تحيدوليها السيدة غادي ترجع كتحقل على كل شي تكشي كامل لا يترى شحال هادي وحيث هي رجلها الكاش كانت عارفها العلاقة دياله بماليكة شحال هادي فاردة هي اللي عارفة بان الكاش كان مع ماليكة وكانوا كيبغيوا بعديتهم بزاف وعارفة بان ماليكة كانت حاملة هي اللي عارفة السر هيتلا حاجة جدها بفعلا عارف ولكن للأسف ما قالوش ما زال غايت تفضح كيفاش غايت تفضحها صديقائي؟ رابعة اللي كتتقرب ليه رابعة اللي كتتقرب الجنيين وسيدة والتي يعني كتغير والتي كتقول ليه عاتقا هادي كتغير من عاتقا هو وخاها كيك كيشوف فيها مش يشوف هذه الشي وحدة كيبغيها كيشوف فيها شي شوفة ديال بحلخته كيعود لها كيبغي حط عليها الراس يعني تتسمع ليه هذا هو الإحساس ديال جنيين من تجاه رابعة هو بالعكس كيبغي عاتقا كيبغيها بزاف حيث ذاك الشي اللي دارت ليه ضروا ذاك الشي عاش قرر باش ما يبقاش يحضر معاهم ولكن فاش غادي وليوا هات الجوجي تقاربوا بزاف مع بعدياتهم نحنا صديقائي فاردة فين غادي تشوفهم يعني فاردة فاش سيدة غادي تبرى وهاديرة بطبيعة الحال غادي ترجع على صحابات هاية ماليكة حتى هي كنتمشي الله فيه راي حتى هي كنتكتلاقها معاهم حتى هي يعني بزاف تلحويش فاش غادي تذكر ذاك شي كامل اللي ترى وذاك شي كامل اللي وقع الأب ديالها وذاك شي لدار الكاش راي صديقائي اللي غادي تفضح ذاك السر وهي اللي غادي تقول لماليكة بأن جنيين راه ولدك يعني فاش غادي تقولها لها غادي تصدم لأن ما يمكنش أن جوج ديال الخوث غادي نتزوجه ما يمكنش حتى رابعة غادي توجه الأم ديالها تقول لي هاو والو هاديك اللي كاين جنيين هو اللي كاين جنيين حتى هو واحد لو قيتها صافي سيد غادي بغيزع ميمين لرابعة غادي يقول لدي بنت الناس وهدي ولكن ذاك شي كامل ما غادي شي صداق ذاك شي كامل غايت توقف لأن من بعد صديقائي ما غادي تسيق ماليكة الخبار غادي تمنع بنتها كليا أنا هتلاقها مع الجنيين في الأول أصلا هي ما بغاديوش يتلاقها مع جنيين لأن أصلا جنيين كتشوفوا أي واحد كيجي كيحقروا يعني للأسف حتى الأم دياله غادي تحقروا يعني حقراته قلت لي ها لا مش بشيش معها ده كون كان واحد خداب ولابس عليها ده كون قالت لي ها ايو شوفي معه ولكن حقراته حتى شوفت لك تشوفيه شوفها ناقصة رادكشي علاش ما غاديش يبغيها فاش غايتكتشف بأن ها الأم دياله ما غايبغيهاش لأنه غادي قل ليها يعني علاش خبيتي عليا وعلاش لحتيني علاش ما قلبتيش عليا علاش وعلاش وعلاش غادي طرح عليها بزافة الأسئلة ويا صديقائي هاتبقها غير ش يدارسها يعني غايت تصدم بأنه جني اللي هو ديما كتشوفه غادي استقوى ولدها ونصديقها غادي نشوفه بأنه فعلا فاش غايتكتشف الحقيقة في الآخرة غادي تكون رابعاية لأخذ دياله جنين يعني غايبقوا ديما مع بعدياتهم وعاتيقها را ما زال غادي ترجع عاتيقها ماشي مشاة تصافرها غادي ترجع ورى الجنين أصديقائي را كيبغي عاتيقها وما زال غادي طرح بزاف ديال الأحداث وبزاف المشاكل لأن الكاش ما غاديش يجلس وما غاديش رايح وما اخداش الحق دياله من الجنين لأنه ما زال غادي قول ليه انتجيتي كالضحكة ليه وما زال بغيت نتاقم مني وما زال بغيت دير لي المشاكل لأنه جنين رابعة غادي تعاون أصديقائي لأنه كما شفنا فاش قال جنين رابعة قال ليها بعدي منه قالت ليه لا أنا غادي نبقى معك هاش تان غادي نكتشف بأنه هو اللي كيبعدك العجب وما زال أصديقائي غادي تبدل في الشكل ديالها غادي تدار واحد طربوش وغادي تبدأ وغادي تدخل الكاباري دياله وغادي تصور ليه بزيف ديال الحويش كي ديرهم الداخل ومهما صديقائي بلا ما نطول عليكم السلام عليكم وانطلاقة وفيديو مقبل ان شاء الله وما تنسوش تخليولي توقعات ديالكم حتى نتوما السلام عليكم